لكن إذا كنت مسلم لا تنسى الله إك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع إذا كنت مسلما إدعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر نعم ملتفق عليه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النعر رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا إلى هدى من دعا إلى هدى من أجر مثل أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أرواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات إن قطع عمله إلا من ثلاثا صدقة جارية أو علم يمتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والا وعالما أو متعلما رواه الترمدي وقال حديث حسن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمدي وقال حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمدي وقال حديث حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمدي وقال حديث حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درغما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ موافر الدين الإسلامي هو ثاني أكبر دين على مستوى العالم وأكثر لديان انتشارا في العالم الإسلام هو كلمة عربية تعني السلام والأمان والاستسلام يعني أن المسلم هو من يستسلم لله وأي شخص من أي عرق يمكن أن يكون مسلما وكلمة الإسلام تعني الخضوع لله المسلم هو أي شخص يقدم حياته إلى الله الإسلام هو أسلوب حياة كامل يحكم جميع نواحي الحياة الأخلاقية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية هناك أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم أي ما يعادل خمس سكان العالم لذلك الإسلام دين عالمي وليس فقط يقتصر على دولة معينة أو لون أو عر الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم من خلال عدد التحويلات كل عام بدا الإسلام في شبه الجزيرة العربية ولكن اليوم 80% من جميع المسلمين يعيشون خارج العالم العربي استند التقدم في أوروبا خلال عصر النهضة إلى أفكار انطرحها المسلمون من العالم الإسلامي حكم الإسلام إسبانيا لأكثر من سستمائة عام جلب فيه السلام والاستقرار وكانت المساجد والمباني في إسبانيا الإسلامية من أجمل التصاميم المعمارية في العالم على سبيل المثال قصر الحمراء قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله ذاء إلا أنزل له شفاء وهذا ما أدى إلى أن المسلمين حاولوا صنع اكتشافات جديدة في مجال الطب خلال العصر الذهبي للإسلام خلال هذه الفترة الزمنية كان العالم الإسلامي متقدم جدا في الطب تحققت العديد من النبوات الواردة في القرآن الكريم على سبيل المثال تنبؤ القرآن بأن الرومان سوف ينتصرون على الفرس في معركة قادمة وجاء هذا بعد سنوات قليلة من الكشف عن هذه الآيات حتى محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب العلم والسفر في جميع أنحاء العالم وبعد وفاته من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أصبح العالم الإسلامي متقدم جدا في العلوم والتكنولوجيا والطب والرياضيات والفلك والفن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس هي المدن الثلاث المقدسة للإسلام كما أن ثلث القرآن يتكلم عن الأنبياء السابقين مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومريم عليهم السلام القرآن هو الكتاب الأكثر حفظا في العالم هناك العديد من المسلمين الذين لا يتكلمون العربية كلغتهم الأم ولكن حفظوا القرآن كله حتى أن الأطفال الذين لا تتجاوزوا أعمارهم أربعة أعوام قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب لم يتغير القرآن أو يتحرف منذ الوحي قبل 1400 سنة توماس جيفرسون أحد الأباء المؤسسين لأمريكا كان لديه نسخة شخصية من القرآن الذي كان يقرأه القرآن هو الكتاب الأكثر شرحا في التاريخ مع الآلاف من المجلدات لتوضيح عجائبه العديدة كما ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أربع مرات في القرآن بالإسم وذكر عيسى عليه السلام خمسة وعشرين مرة في القرآن بالإسم يؤكد الإسلام على أهمية أن يكون الوالدين أولياء الأمور في الواقع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين هو ثاني أكبر عمل محبوبا إلى الله يعلمنا الإسلام أن نحسن إلى جيراننا مسلمين وغير مسلمين